حفظ المتون أيها الإخوة الكرام من الأمور المستقرة التي تكاد تكون محل اتفاق وإجماع بين من يتحدثون بين العارفين بالعلوم الشرعية والعارفين بوسائل تعليمها وبعد فالعلم إذا لم ينضبط بالحفظ لم ينفع ومن مارى غلط يقول والحفظ أولى ما مضى من أسسي فادأب عليه في الضحى والغلس وهو أولاها بالاهتمام وهو طريق السلف الأعلامي لا تصغي أخيل الإرجاف ولتتبع مناهج الأسلاف واسمع لما أسنده الخطيب في جامعه عن الإمام الصيرفي ليس بعلم ما حوى القمطر ما العلم إلا ما حواه الصدر وقال عنه ابن أبي الحديد في أول نظمه الفصيح فاعرف وبعد فالعلم إذا لم ينضبط بالحفظ لم ينفع ومن مارى غلط وما أكثر الغالطون وكلنا يحفظ قول الرحب في نظمه المحرر المستعذب إذ قال وهو حافظ همام فاحفظ كل حافظ إمامه فالحفظ هذه قضية لا بد منها ويمكن دكتور لو سألنا مثلا دكتور متخصص في النحو الصرف أستاذ دكتور في النحو الصرف قلنا له عدد لنا حروف الجر تمام يقول حروف الجر من وإلى وعن وعلى وفي ربا ولو سألت طالب صغير حفظ مثلا يقول له عدد لحروف الجر يقول لك هاكا حروف الجر وهي من إلى حتى خلاحا شاعدا في عن على مذ منذ ربا لا مكيوا ونوتا والكاف والبا والعلا وماتا السلام عليكم خلص فالحفظ أيها الإخوة الكرام يضبط لطالب العلم ويجعل العلم حاضرا عنده بخلاف الشخص اللي يبحث ويكتب أبحاث ولا يحفظ فإنه لا يستطيع أن يكون متقنا مثل حافظ المتون شكرا لكم